الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فقد هجمت علي الرسائل من كل مكان على العام والخاص على جميع وسائل التواصل الاجتماعي تطالبني بأن أبين حقيقة موقف الشيخ علي جمعة فيما قاله تجاه الشاطبي ونظرت هنا وهناك يمنة ويسرى فوجدت كثير من الناس يتكلم وبعضهم يرد وبعضهم يستغرب وبعضهم يستنكر ولكن الذي لفت انتباهي كعادة أمثال هذه الحادثات حينما تأتي شخصية ذات وزن ولها موقف معين من قضايا معينة أن يكثر الرد من قبل الجميع العالم والجاهل حتى باعت الروبابيكيا في اللهجة المصرية الذين يجمعون الأشياء المستعملة بأثمان بقسة ثم يبيعونها بعد ذلك حتى باعت الروبابيكيا يتحدثون في مثل هذه القضايا الدقيقة جدا قبل أن أخوض في التفاصيل والرد على جناية الدكتور علي جمعة تجاه الإمام الشاطبي أريد أن أبين مواقف الناس أمام هذه القضية ثم أقوم بعرض تاريخي وعلمي لهذه القضية ثم أعرج بعد ذلك على موقف الشيخ علي جمعة أما الدفاع عن الشيخ علي جمعة فلن أدافع عنه لأنه عالم كبير وأستاذ كبير وخبير في علم الأصول وكل جزئية من جزئيات الأصول صنف فيها كتابا ومحترف جدا وله باع طويل في هذا الباب ويستطيع أن يرد عن نفسه فأنا لن أرد عنه لكن أريد أن أبين في البداية مواقف الناس فريق ولا مطلق من المحبين للشيخ علي جمعة ما دام قالها الشيخ علي جمعة فقد صدق فريق هكذا وفريق آخر ما دام علي جمعة هو الذي قالها إذن لا بد أن يكون خطأا كائنا ما كان القول ومهما كان المضمون هذا واقع لأن نفس القضية لو تكلم بها شخص آخر لن تكون تلك الحملة ما دام قالها الشيخ علي جمعة إذن لا بد أن يكون قد أخطأ يعني على مبدأ جماعة الرياضية واحد مع واحد يروح هذان متعادلان يخرجان لا علاقة لنا بهما فريق الثالث من طلاب الشيخ الغريب أنه حينما كان في مجلس الشيخ كان كما قال الشعر سميع لأمر العامل يتسامع لا يتكلم ولا يرد ربما حتى في تشهده حينما كنا نرد وجها لوجه ما كان يرد وكان في أدب جم الآن يحاول أن يتظاهر بالموضوعية وفي كل موقف يرد على الشيخ وهناك من يطبل له ما شاء الله انظر إلى الإنصاف طبعا يحريص أن يقول أنا تلميذ الشيخ على جمعة حتى يقال أنه تعلم منه العلوم الصحيحة وفي الوقت ذاته يرد عليه كيفما كان الرد حتى يقال هذا العلامة المجاهد الذي يرد على الشيخ على جمعة هذا صنف عجيب موجود في الساحة صنف آخر من أهل العلم والفضل مستغرب ومصاب بالصدمة يحفظون مكان الشيخ ويعرفون قيمته ولكنهم يعني ما أعجبهم هذا الكلام خاصة أن صيغة الشيخ فيها تهكم ظاهر يعني فيه تهكم بالكلام وخاصة المدرسة الشامية تختلف تماما عن المدرسة المصرية المدرسة المصرية هذا الأمر هين جدا يعني الضحك وكما يقال في اللهجة المصرية الترياء شيء طبيعي في مثل هذه المواقف فهؤلاء أخذوا موقفا ولكن مع الاستغراب ودون أيضا التورط ودون يعني اطالة اللسان بحقنا وبباطل لكن نبحث عن تسويغ لما حصل هذا صنف محترم وفيهم من أهل العلم وبعضهم كلمني في صباح هذا اليوم أسادت في الجامعات الصنف الرابع أو الخامس هو الصنف الذي يبحث عن الحق بموضوعية تامة ويريد أن يعلم حقيقة موقف الشيخ على جمعة وقد يوافقه وقد لا يوافقه ومن يعرف حياتي مع الشيخ وحياة الثلة المقربة من الشيخ كلهم كانوا على هذه الشاكلة يعني كل واحد له شخصية مستقلة لا يندمج فيه شخصية الشيخ نحترمه ونبجله ونعرف مكانته ولا نسير مع الغوغاء ونرد عليه اللازم الأمر لي أكثر من تسجيل في الرد على الشيخ على جمعة لي أكثر من تسجيل في الرد العلمي عليه ومن إخواننا في الجامع الأزهر يعلمون هذا جيدا ويعلمون موقفي من الشيخ والشيخ على جمعة ممن يحترمني رغم الردود نعم ولعل هذا التسجيل ربما يطلع عليه نريد أن نعرف حقيقة موقف الشيخ وقد نوافق أو لا نوافق هذا الكلام النتيجة هذه ستكون في الآخر الآن عودة إلى الوراء علم أصول الفقه باختصار ما هو علم يدرس أشياء أساسية ثلاثة معرفة دلائل الفقه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وله طريقة واضحة ومدرستان شهيرتان تقتربان من بعض وتبتعدان وتتفقان في مواضع وتختلفان على مدى تاريخ المسلمين هاتان المدرستان تتفقان على القواعد العلمية الموضوعية التي يفهم بها النص المقدس وبينهما فروق هي من طبيعة النص من ناحية ومن طبيعة النفس البشرية التي تتعرض لمثل هذه النصوص لكن كلا المدرستين ضمن الخط العام للأمة الإسلامية وهم علماء الوصول مدرسة الحنفية الفقهاء مدرسة الشافعية المتكلمين جاء ابن السبكي رحمه الله وهو من كبار فقهاء الشافعية وهو شافعي كبير أخذ أشياء من المدرسة الحنفية وأخذ الأقوال الشهيرة من المدارس الأخرى والأقوال التي انفرد بها بعض العلماء وجمع كتابا ملخصا سماه جمع الجوامع جمع الجوامع هذا متن مضغوط جدا مليء بالعلم بقي يدرس في الجامع الأزهر إلى ما قبل مئة سنة على أنه الكتاب الأساسي في تدريس علم أصول الفقه يوجد منهاج البيضاوي وكتب آخرية أخرى للشافعية ويوجد مدرسة المنار الحنفية أيضا موجودة تدرس بجانب هذا ولكن الخط العام الذي في مصر كون مصر الشافعية هو جمع الجوامع جمع الجوامع يهدف إلى دراسة علم الأصول وفهم النص وفهم كيفية تفسير النص وكيفية تطبيقها على الواقع في قطع وفي ظن في شيء اسم حجة قبل ذلك ما هي الحجة في شخص مجتهد يقوم بتطبيق ذلك في ضمن آليات معروفة ومدروسة من ضمن هذه الآليات شيء اسم القياس القياس الحاق فرع بأصل لعلة جامعة طيب ما هي العلة أنا أريد أن أقترب شيئا فشيئا من قضية البحث ما هي العلة هي الوصف المناسب لتعليق الحكم عليه طيب كيف نعرف أن هذه العلة أن هذه هي ما أراده الله تعالى وجدنا أكثر من حالة الحالة الأولى أن يذكر الشارع العلة مختلطة مع غيرها ف المجتهد يحتاج إلى عملية تسمى عملية تنقيح المناطس ما هو التنقيح؟ يعني حذف ما لا يصلح للعلية حتى نبحث عن العلة الحقيقية أحيانا الشارع لا يثر العلة أصلا لا مختلطة ولا غير مختلطة الأولى مختلطة مع غيرها مثل ماذا؟ هذا الذي جاء مع أهله في نهاية رمضان لماذا وجبت علي الكفارة؟ من أجل الفطر في رمضان؟ أم من أجل الجماع في رمضان؟ أم لأنه أعرابي؟ لأنه أعرابي كان ففي أوصاف تصلح في أوصاف لا تصلح التعليق تخريج المناط العلة غير مذكورة يأتي الشارع ويقول الربا يجري في ستة أصناف هذه متفق عليها طيب لماذا؟ هذه الأصناف الستة لماذا؟ هذه الأصناف للذات وإذا ما أردنا أن نستخرج علتها فكيف نفعل؟ فهنا الفقيه يحتاج إلى تخريج المناط يبحث عن العلة الحقيقية هل هي الوزن؟ كما يقول الحنفية والكيل أم هي القوت المدخر كما يقول المالكية في الأصناف الأربعة والثمانية في الذهب والفضة أم هي جوهرية الأثمان كما يقول الشافعية فيقوم الفقيه بعملية تخريج المناط طبعا مساء الوعرة شائكة لماذا أقول لكم هذه القضايا؟ حتى تعلم أن بايع الربابيكي هذا حينما يتكلم بهذه القضية يعني يظلم نفسه حينما يزج أنفه في هذه الأشياء الصعبة جدا أصعب مباحث ألم الأصول هذه المباحث طيب إذن تنقيح المناط نبحث عن العلة الحقيقية تخريج المناط العلة غير مختلطة مع غيرها لا بد من سبر أغوارها حتى نصل إليها بقي عملية ثالثة عرفنا العلة وهي ماذا؟ الكيل والوزن هل تجري في هذه الصورة مثلا وهي الماء الماء هل يجري فيها علة الربا؟ مثلا الرز ليس مذكورا فالعملية الثالثة تسمى ماذا؟ تحقيق المناط تطبيق الحكم الذي اتفقنا عليه على أحد الصور أثناء عمليات البحث هذه الثلاثة عن التنقيح والتخريج والتحقيق يخشى علي من حالة أن أعلق الحكم على شيء ليس من مقصود الشارع فأحتاج إلى شيء اسمه مقاصد الشارع من هنا جاءت فكرة المقاصد وبدأت مع الكبار تقريبا ربما مع إمام الحرمين الجويني أو قبله بقليل مع الإمام الغزالي نضجت تماما نضج وكتبها في عدة صفحات لكن مركزة جدا تتابع الناس بعد الإمام الغزالي وجاء العز بن عبد السلام ألف قواعد الأحكام جاء الشهاب القرافي جاء أئمة كبار بعد ذلك العصر جاء الشاطبي جاء الشاطبي فألف كتاب الموافقات الموافقات تقريبا أخذ ما قاله الغزالي ولكن مطه وتوسع جدا وأطنابا كثيرا وأتى بأشياء بتعليلات جميلة نافعة مفيدة لبيان مقصود الشارع من تشريع الأحكام طيب علم المقاصد هذا ما فائدته؟ فائدته مساعدة الفقيه على البحث عن العلة الحقيقية جاءت مصيبة المصائب في القرن الماضي وجاء جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وهنا كما يقول في الشامية يقول هنا حطنا الجمال هنا بدأت المصيبة جمال الدين أفغاني معروف اتجاهه اتجاه الرجل معروف سمى نفسه إصلاحي آخرون يقول لهذا هدمي ليس إصلاحيا أخذ طريقته الشيخ محمد عبده الشيخ محمد عبده الرجل أزهري ولكن أيضا عنده نزعة إصلاحية ربما أدت به إلى التنازل عن بعض أحكام الدين من أجل أن يخرج الأمة من الجمود الذي هو يتصور أنه جمود ماذا قال الشيخ محمد عبده نظر إلى ذلك البناء العظيم مدرست المنار الحنفية ومدرست المنهاج المنهاج البيضاوي الشافعية ومدرست الكمال ابن الهمام الحنفية ومدرست جمع الجوامع فقال هذا لا يصلح ما الذي يصلح؟ قال موافقات الشاطبي يا أيها الشيخ الفاضل إذا أردنا أن نرسم صورة تمثيلية المقاصد تشبه غطاء القدر الطنجرة في اللهجة التركية في التركية الطنجرة أو في المصر حلة الغطاء مثل مثل الغطاء الحلة نحتاجه ولكن لا يغني عنها فجاء يقول عبارة التقطها بعض تلاميذه وهو دكتور الشيخ دراز فقال عبارة يا لطيف مخيفة جدا يقول كتاب جمع الجوامع هو أكثرها عناء وأقلها غناء الله جمع الجوامع هذا أكثرها عناء صحيح لكن أقلها غناء هذا خطأ كبير جدا لا يمكن طيب ما البديل؟ البديل موافقات الشاطبي هنا المدرسة العلمية التي تحافظ على الدين وهم الراسخون في العلم وهم الذين يستنبطونه وهم الذين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين كبار مشايخ الجامع الأزهر وهي حلقات متتالية كانت آنذاك مثلا في البداية كان هناك الشيخ الشمس الأنبابي وهو من كبار علماء الوصول كان مثلا الشيخ محمد عليش من كبار علماء المالكية وفقه المالكية كان هناك مثلا بعد هذه الحلقة الشيخ محمد بقيت المطيعي هذا الرداهي من دواهي العلم بعد هذه الحلقة بقليل الشيخ يوسف الدجوي مثلا بعد هذه الحلقة أوثناها الشيخ سلام العزامي أساددة كلية الشريعة مثلا الشيخ طه الدناري الشيخ أحمد فهمي أبو سنة هؤلاء نحن أدركناهم أبو سنة أدركناه القرنشاوي أدركناه لكن في نهايات حياتهم تلاميذهم من تلاميذهم من أبرز تلاميذهم وتلميذهم الأول من الشيخ على الجمعة هو الذي أخذ عن هؤلاء الكبار فالحلقات متواصلة هناك اتجاه محموم نحن نعرفه جيدا لأننا أهل الصنعة نعلم أنهم يريدون تبديد علم الأصول وليس تجديد علم الأصول فحصل موضة وعزف أوكسترا عالمية شرعية في كل مكان خاصة في بلاد المغرب العربي تونس المغرب الجزائر كلهم يغني المقاصد والفقه المقاصدي مقاصد الشريعة ومقاصد الإسلام المقاصد عند فلان الفقه المقاصدي عند فلان لكن لاحظنا شيء غريب وهو أن أكثر من يكتب عن المقاصد في المتأخرين هو من اتجاه العلماني أو الحداثي الرافض أصلا لتطبيق شريعة الإسلام إذن النتائج ربما دلت على الغايات فهل يا ترى كان الشيخ محمد عبده يتغيى هذا الأمر نربأ بمقامه ونرجو أن لا يكون كذلك ولكن النتيجة حصلت فعلا أنه حصل اتجاه الآن موجود في أوروبا المجلس الأوروبي الإفتاء ونحوه كل شيء يحل ويحرم على أساس المصلحة ما عاد ينظر للنصوص أصلا إذن حصل ما خشية منه الشيخ الأنبابي والشيخ علش والشيخ بخيث المطيعي ثم الشيخ أحمد أبو سنة ثم الشيخ حل الجمعة ونحن امتداد لهذه المدرسة أنه حصل استبدال لغطاء الحلة غطاء القدر وقال هذا هو البديل عن القدر يا جماعة لا يمكن الطبق بهذا لا يمكن الطبق به إذن أنت إنسان جاهل متخلف هناك إجماع من الأمة على تعظيم كتاب الموافقات يا بابا يا ابني يا ابني الموافقات يحترم في محله ليس بديلا عن علم الأصول ثم الموافقات هذا صاحبه عنده أشياء خرج فيها عن الخط العام لعلماء الأمة ولا سيما في كتاب الاعتصام له فهم عجيب غريب مضطرب قلق في البدعة أئمة السلف بدأ من الشافعي ربطوا البدعة بالمخالفة جاء الشاطبي بمفهوم غريب جعل البدعة هي مطلق الفعل مع هذا تراجع اضطرب أحيانا ورجع إلى كلام العزر بن عبد السلام قليلا فكان عنده اضطراب واضح الوهابية هجموا هجمة رجل واحد على كتاب الاعتصام ما باد مالكي وأشعري مشكلة مشكلة مصيبة وأشعري كمان الشاطبي أشعري وجدوا شخصا يشتم الصوفية والتصوف ويتهمهم بالبدعة في كل شاردة وواردة إذن وجدتها كما وجدها أرخاميدس إذن علينا أن نتمسك بكتاب الاعتصام وأن نمدهي كتاب الاعتصام بس يا أخي مبتدع على قواعدكم هذا مبتدع نعم أصل لكم في البدعة لكنه مبتدع لأنه أشعري تعرفون يعني ما أنا أشعري المهم يشتم الصوفية هذا المطلوب طيب يعني نحن نرد عليه لأنه يشتم الصوفية لا والله العظيم لا والله الذي لا إله غيره إنما يوجد خطأ منهجي الآن الخط العام والهجمة الإعلامية على مدى مئة سنة في تمجيد الموافقات ولذلك طلاب العلم وقعوا في حيرة كبيرة في قسم يعظم الشيخ على جمعة كثيرا ويعرف مقامه ويعرف علومه كيف الشيخ عليه يحكي وإحنا كلما نسمع واحد يمده الموافقات أما الفريق الآخر لا على جمعة قالة إذن أنا حالة هذا الرجل لا يأتي إلا بالضلال واحد طيب من أخواننا أولا جمعة الدكاترة يعطي طالب بحث في مكان ما الاتجاه العلمائي الحديث في الأزهر الشريف على جمعة ونموذجة عب عليكم عب عليكم التقوى الله سبحانه وتعالى باشي أبغضوا هذا الرجل باشيتوا من تبغضوا لكن لا تظلموا ليس الأمر كذلك هل كان رأي كبار علماء الأزهر والأئمة المسبوعين غير المسلط عليهم الضوء كان مع تعظيم الموافقات للشاطبي وطبعا احترام الموافقات ليس عندنا في أي مشكلة أما احترام الموافقات على أنه القبق في التركي بدل الطنجرة هذا أمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى لا نقبل أن يكون الغطاء هو البديل عن القدر فالشيخ هذا جمعة انطلق من هذا المنطلق ثم إن المقطع مقصوص مبتور ولا تنسوا قصة اضرب بالمليان التي توجر بها في كل مكان وصلت إلى إيطاليا وفرنسا وأوروبا قبل يومين كنت مع واحد إيطالي يقول اضرب في الميدان طب ما هي هيك اضرب بالمليان قضية أخرى وصلت إلى أزباكستان اضرب بالملايين اضرب بالملايين طيب ما هي لا اضرب اضرب بالمليان تمام لكنها جملة شرطية إن حصل كذا وكذا من هذا الجمع الذي يحمل السلاح ثم الشيخ بعد يومين ثلاث خرج بالشريط وقال أنا أقصد داعش حينما يضربون الجيش المصري لا أبدا وأنزل فيديو أكاذب اضرب بالمليان لا نقبل منك أبدا نحن قلنا هذا قصصنا كلمة اضرب بالمليان وتاجرنا بها كما قال ابن واس ما قال ربك ويل للا سكروا ولكن قال ويل للمصلين عرفناك أيها الماكر الآن أنت تدافع عن علي جمعة كل هذه المقدمات من أجل أن تدافع عن علي جمعة لا يا أخي والله لا ليس كذلك إنما أدافع عن الحق والخط العلمي العام الشيخ على الجمعة بلا شك أخطأ في هذا التسجيل إذا كان فقط قال هذه العبارة أخطأ في مسألة وهي أنه يلقي القضايا العلمية الأكاديمية المتخصصة إلى إخواننا جماعة الإعلام وهذا خطأ كبير لا يجوز الشيخ على الجمعة من طبيعته التباصل والتساهل فهو يتكلم في الإعلام كأنه في بيته رجل ليس عنده تكلف أنا أعرفه جهيدة يتكلم بأرياحية تامة ليس عنده تلك الاحترازات وجماعة المنتاج وحتى رسم الوجه وربما دهنوا وجوههم بالصباغات حتى يكون أجمل الشيخ عالي جمعة ليس كذلك ليس عنده تكلف أعرف طبيعته وأعرف حياته فهو يتكلم ببساطة متناهية هل الشيخ على جمعة يرى أن الشاطبي صحفي؟ حتى جاء بعض الدراويش يكتب ماذا؟ لم نره يكتب في الجرائد اليومية أخبروني في أي جريدة قد كتب حاجة ربا بك يا ربا بك يا هل قالها الشيخ؟ نعم قالها وقد سمعت الله منه قبل أكثر من عشرين سنة وأعرف ماذا يقصد وقد قال العلماء عبارات المشايخ تقيد ما في الكتب أنا شيخنا حي يرزق ويستطيع أن يتكلم عن نفسي أنا لا أدافع عنه أنا أدافع عن المدرسة العلمية التاريخية أنا أبين لك ما يقصده الشيخ على جمعة وهو حي يرزق يمكن أن تعرضوا عليه هذا الكلام الشيخ على جمعة قالها لي أمامي ابن تيمية وابن القيم والشاطبي دول جماعة صحفيون استغربس قال لي بس الصحفي زمان مش زي الصحفي دلوقتي الصحفي زمان كان عنده علم أما الصحفي دلوقتي جاهل فهؤلاء صحفيون لذلك الزمان ماذا يعني بالصحفيين لذلك الزمان؟ يعني تلك المخالفات التي خالفوا فيها الهيئة العلمية الإسلامية تلك الأقوال وتلك الآراء وتلك الاجتهادات التي شذوا فيها عن خط الجماعة العام إذ القاعدة عند أهل العلم من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه فهذا الذي يسمونه الصحفي وهذا ما يعنيه الشيخ حقا بكلمة الصحفي نعود إلى الشيخ الشاطبي خاصة في قضية صحفي وغير صحفي وهل فعلا أجمعت الأمة على إمامته؟ الآن الشيخ ابن البراد السكندري وهو من كبار العلماء السابقين في الأزرى الشريف له كتاب اسمه نفحة البديع أشكر أحد الفضلاء يعني رفض أن أعلن عن اسمه أستاذ في جامعة دمشق هو الذي يعني طلبت منه بالهاتف قلت له أرسل لي كذا فأرسل لي عبارة كنت في سفر وليس عندي وسائل بحث متاحة فبالهاتف أرسل لي بتسجيل صوتي حقيقة ما قاله طبعا أستاذ جامعي في دمشق لكنه الآن ليس في دمشق في مكان آخر أرسل للنقل عن كتاب نفحة البديع وفيه يقول عن الشاطبي يقول كم له فيه من عرائس أبكار مخدرات إذن يمدحه وينصفه لم يحم حولها قبله أحد من المخلوقات غير أن سيئاته لا تذهب بها الحسناس إطنابه ممل وإيجازه مخل خياله غزير وفي التحقيق مقل يغتر به من يغرهم زخرف المقال ويرتضيه من ليس له في ميدان البحث مجال إذن إخواننا هؤلاء الذين أجمعوا الشيخ ابن البراد يقول ماذا عنهم يقول ها ويرتضيه من ليس له في ميدان البحث مجال إخواننا هؤلاء ليس لهم في ميدان البحث مجال يخطئ الشيخ على الجمعة يصيب الشيخ على الجمعة هذه قضية أما تخطئ المدرسة الإسلامية أو تصيب لا لا نقبل المدرسة الإسلامية لا تخطئ أهل السنة يخطئون لا لا يخطئون الجامع الأزهر يخطئ لا يخطئ أبدا أتى هذا الشاطبي بتقسيم مبتدع لقضية البدعة فبدع ما بين السماء والأرض له موقف شخصي من بعض الصوفية فجعله قواعد شرعية خطأ هذا الأمر خرج به عن خط الأئمة خرج به عن خط السلف الصالح خرج به عن خط مالك بن أنس عن خط الشافع رضي الله عنه مالك يروي التلبية ويروي تلوية تلبية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بما يخالف تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافع يقول وإن كبر بما عليه الناس اليوم فحسن الشافع يقول بدعة حسنة وبدعة قبيحة الخط العام للأمة كان على طريقة الإمام الشافع وعلى طريقة السلف جاء الشاطبي فأتى بأشياء الذكر بغير الوارد بدعة الأعداد في الذكر بدعة أشياء كذا تلقى فالوهابية وتاجروا بها وطاشوا بها في كل مكان مع أنه كان مضطربا في هذا كما قلت لكم قبل قليل كتاب الموافقات لا ننكر أن فيه نفعا وهذا الشيخ لا ينكره الشيخ على جمعة أبدا وإن قال عنه صحفي فهو يقصد أنه أتى ببعض الأشياء يخالف بها الجماعة ثم هذا الكتاب الموافقات سمعته من الشيخ مرارا قال معظم الذين مدحوا الكتاب لم يقروه حينما قال لي مقال تذكرت حينما كنت أقرأ هذا كتابنا فكنت أرى حقيقة في الجزء الثالث أو الجزء الرابع أشياء كان يمكن استغناء عنها فيه أشياء كثيرة ويمكن اختصار عنها يوجد فيه تطويل كما قال الشيخ هذا ابن البراز أيضا شيخ مشايخنا السيد عبدالله بن الصديق الغماري رحمه الله هو شيخ الشيخ على الجمعة وقال كلاما ورد على كلام الشاطبي في كتابه الذي يتكلم فيه عن البدعة قال إن الشيخ الشاطبي قد خرق إجماع المسلمين يقول هذا لفظه في كتاب الرد المحكم المتين صفحة 116-117 يقول جاء صاحب الاعتصام فخرج عن جمهرة العلماء وشذ بإنكار هذا التقسيم فبرهن على أنه بعيد عن معرفة الفقه بعيد عن فهم قواعده المبنية على المصالح والمفاسد لا يعرف ما فيه مصلحة فيطلب تحصيلها بفعله ولا يدري ما فيه مفسدة فيطلب اجتنابها بتركه ولا ما خلى عنهما نعم إذن الكلام الشيخ عبدالله بن الصديق الغماري وهو حلقة من هذه الحلقات ما هو عبدالله بن الصديق الغماري قرأ على هؤلاء المشايخ قرأ على الشيخ على طبقة الشيخ أبو سنة والشيخ هؤلاء الكبار في ذلك العصر الشيخ سلام العزامي الشيخ يوسف الدجوي وهو يقول والشيخ الكوثري نعم ربما لم يأخذ عن بعضهم مباشرة ولكن يعني عاش في ذلك الجو وهو امتداد لهذه الحلقة فالحلقات العلمية هذه كانت متواصلة متكاملة القضية ليست أن الشيخ على الجمعة قال فيجب أن يكون خطأا والشيخ على الجمعة يعني رجل يخطئ ويصيب ولكن نقص الأصناف التي تكلمت في هذا أيضا الشيخ أحمد بن يوسف العبدري المشهور بالمواق من أئمة المالكية له كتابة مسنن المهتدين في مقامات الدين قال رد على الشاطبي ذلك التقسيم وانتقده فيه وقال فقد أخطأ فيه فالشيخ الشاطبي رحمه الله المشكلات التي جاء بها هي التي جعلت الشيخ على الجمعة يصفه بأدنى صحفي تلك المخالفات لأن الصحفي دائما يخالف أما قضي الصحفي يعني ليس أنه صحفي يكتب فيه جريدة يعني الأهرام لا المراد به يعني شخص له اختيارات لم يأخذها عن العلماء وله مخالفات للمدرسة العلمية وله أخطاء سببها الأخذ من الكتب وليس للتزام بالمدرسة العلمية أيضا الشيخ كان يقارن بين مثلا القرافي الشهاب القرافي فإمام كامل متكامل في العلوم الشيخ العز بن عبدالسلام هؤلاء جبال العلم يعني هل الشاطبي في درجة هؤلاء أنا ما يعني أن الموضة الإعلامية والأكمل هائل في جماعة فث أرباح هؤلاء الناس ليسوا أصلا ملتزمين بأحكام الشرع ورأينا آثار الاهتمام بموافقات الشاطبي على حساب الوصول لماذا؟ لأنهم قالوا خذ غطاء الحلة القدر وأطبخ به لا يمكن أن أطبخ به هذه القصة هكذا فأعتذر من إخوائنا الذين رأوا عنوان الفيديو فقالوا هذا سيسلق الشيخ على جمعة أو سيتبرأ منه وهكذا ويعلن توبته إلى الله النصوح لا يا أخي والله لو خالف الحق لو خالف قواعد الدين لو خالف ما عليه الهيئة العلمية لرددت عليه كما رددت عليه في باقي المسائل التي أرى أن الشيخ خالف فيها ولي ردود على هذا أما هذه القضية لا تستحق كل ذلك الزخم وكل تلك الهجم الهائل على الشيخ ومع هذا لن يقتنعوا لكن كلامي ليس موجها إليهم كلامي موجه لطبقة طلاب العلم من شرقها إلى غربها رضي الله عنهم وبارك الله بهم وجزاهم الله خيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاهم ل 의 Tagen